موسيقى 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 نزد موسيقى موسيقى صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية صباح إن شاء الله يحمل لكم كل الخير الحب والأمل دايما بأيام حلوة مليانة سعادة وهنا صباح النشاط اللي برافق دربنا كل نهار لحتى نتوجه لعملنا بكل نشاط وحيوية وأيضا للطلاب يتوجهوا لمدارسهم وجامعاتهم وإن شاء الله هاليوم يكون مليان في كل الأشياء الإيجابية بحياتكم صباح عليكم جديد صباح عليك إزانا بكيفك لليوم؟ نيحة يا سعد صباحك يعني اليوم ميسان شوية عم نشهد ممكن هلأ حسينة بالشتوية بهالبردات فجأة فجأة وأكيد منقول لكل طلاب أنه يدفوا حالهم كمان وكل الناس إن شاء الله يكون إنهاركم سعيدة لليوم أكيد نحن دايما بصباح نغير منحاول نسلط الضوء على أهم الفعاليات اللي عم تصير بجميع المحافظات السورية إضافة لكثير من الأخبار اللي رح نشوفها بها الفاصل بصباح نغير لليوم رح يكون إنه وقفة خاصة بعالم الجمال ونتعرف على فوائد وخيرات الطبيعة في الحفاظ على البشرة ومصاحة خاصة مع الشعر والإبداع والفن التشكيلي ومقاربة خاصة لمرحلة المراهقة وأبرز ملامحة عن الأبناء وتأثيرات ضمن الأسرة أما هلأ زينب رح نروح للعطور ذاكرة خاصة بالأمكان والأشخاص والأشياء خلونا نترافق بهالتقرير لنتعرف على صناعة وتركيب العطور بالمادة التالية العطور بأنواعها وروائحها المتنوعة المستوحات من الطبيعة وعبق الورود لها وقعها الخاص في قلب دمشق القديمة ورائحتها المختلفة التي باتت معشقة مع قدم حجارتها وحارتها ضمن هذا المكان صناع حول الزيوت بأنواعها المختلفة إلى عطر له سحره الخاص صناعة العطور كثير هي أديمة وفينا نعتبرها أنه من على زمن زمن أديم يعني هلا هي نشأة أخذت عزة بالعصر الفرنسي طبعا وقت كان فيه العصور المظلمة كانوا بيسموها هون أخذت عزة لأنه كانت العالم بحاجة هذا الشيء بالنسبة عنه لهون نحن الشام كمان أديم بس كان بيعتمد على الورود الشرقية يعني هي بعدين فيما بعد الغرب أخذها لعنده وطورها وحتى صار هو يستخدم هلأ الورود الشرقية بمعظم صناعات البارفان والعطور يعني في عنا كمان هلأ في عنا على أمثلة مثل الياسمين اللافاندر الجاردينيا الورود الشرقية هاي نحن في عنا الياسمين كثير هلأ عم يدخل بالصناعات البارفان في عنا العود العود الشرقي والعنبر في عنا اللافاندر أغلب الشركات الفرنسية صارت تصنع من هاي الورود ابتداء مننا نحن عنا طبعا هون الياسمين مثل ما بتعرفي مشهور عنا بالشام وهنا كثير بيحبوا هالنقطة عنا وحتى هنين بيحبوا ياسمين الشام والزنبا الفل البلدي بيحبوا هاي القصص كثير وحتى نحن عنا السياح الأجانب لما بيجوا لهم بيدقوا على هاي النقطة يعني بيعرفوا هنين أنه عندهم تصنيع هنين أنه ممكن يساوه بس بيعتبروا أنه نحن عنا هون المنبع الأساسي هون ونحن عنا بالأساس كان في شركات هون بالأساس كانت تتقطر الورد وتخمره وتصنعه معروفة عنا الشركات بتقطير الورد عنا ماء الورد الطبيعي صار فيه لأستعمالات طبية صار يستعمل للبشرة صار فيه ماء ورد وعنا زيت الورد الغذائي صار يستعمل بمواد غذائية نحن بالمرتبة الأولى من نشوف الشخص أو المستهلك هو بشكل عام شو بيحب في نواحي هلأ نحن على مر المصلحتنا يعني أو على مر هاي المصلحة كان نشوف كان في روايح معتادة على الأنف كان الأنف يفضلها من زمان الرواحي القديمة كانت معدودة يعني ما بتتجاوز الأربعين لخمسين ريحة طبعا مع التطور الكبير نزل كتير روايح حصلنا هلأ نعرف الشخص شو بيفضل وطبيعته شو بيحب الروايح النعمة ولا الهادية طبعا لما بيجينا عنا الشخص أو لما بيجينا عنا زبونة أو صبية أو بدنا نشوف عمره بدنا نشوف طبيعته طبيعة مناسباته لبسه لأنه طبعا كل شخص يستخدم بمناسبة شكل كل بارفان يستخدم بمناسبة شكل في عنا بارفان قوي يستخدم في المناسبات العامة في عنا بارفان ناعم يستخدم بالطلعات الكاجوال العادية في عنا روايح اللي داخل العود وعنبر هاي الشرقية كمان هاي بدا سهرة مثلا بدا طلعة روايح شتوية تقيلة لا تستخدم في البيت مثلا بارفان أقصام له النسائي بشكل عام فيه منه ورود ونظافة هذا الغالب طبعا السويت والفانيل وفي عنا الروايح الشرقية طبعا هلأ بالآخر فترة العالم عم ترغب للشرق شوي الورود والنظافة أشهرون إذا إجت لعندي زبونة أو شخصية قالتلي بدي عطر فلاني نسأله هاي الأسئلة بتقلي على طلبة ناخد بالاعتبار الجو كمان الجو بيلعب دور في روايح شتوية روايح صيفية في عالم ما عنده هاي المعرفة على الجو بشكل عام صناعة العطور تمر بالعديد من الخطوات والمراحل الدقيقة ويتطلب إتمام ذلك العديد من الأدوات والمركبات هي خطوة أولى بدأها صنعها واستمر بها الأبناء حتى اليوم ليبقى للعطر الدمشقي هويته ورائحته الساحرة ميسانا كنا عم نحكي تحت الهوى مع ضيفتنا طبعا عن الفقر اللي هلأ رح نحكي فيها وهي كتير مرحلة مهمة مرأنا فيها كلنا وأكيد من الأسرة الخلية الأولى بالمجتمع مرحلة المراهقة مرحلة بتمر على الجميع لكن دائما السؤال اللي منطرحه هل هي مرهقة على الأهل أم على الأبناء نحن نعرف كيف التعامل مع هذه المرحلة بشكل صحيح وأيضا استيعابة لأنه أهم شيء هي الاستيعاب مع ضيفتنا الاستشارية الأسرية هيبا عرنوس ونحكي أكثر على الموضوع الساعة صباحك وأهلا وسهلا فيك الساعة صباحك أهلا وسهلا فيك يعني مثل ما كنا عم نحكي تحت الهوى هي مرحلة كتير مهمة خلينا نعرف علميا تقريبا أنه شو هي المرحلة العلمية المراهقة تماما المراهقة هي المرحلة الوسط بين الطفولة وبين الرشد هي المرحلة يتم الإعداد لها مسبقا وليس ساعة الساعة وليس بلحظة أنا ممكن أنه أنا في بيتنا مراهق كأنه نحنا عنا بالبيت في قنبلة بدأ تنفجر فمنلاقي نحنا استعداد واستنفار بعد العمر عشر سنين بنبلش حنا نحس أنه ابني بلش كأنه يفوت بمراهقة ابني بلش يخبي علي ابني بلش يقول لا شو ما عنا حدا يقول لا نحنا بيقول حاضره بس فهم منبلش نحنا نشعر أنه لازم نحنا نعمل تدخل طبعا هذا الشعور كتير خطأ وكتير متأخر فيه هذا المراهقة هي مرحلة تسهل إذا نحنا أساساً اتعاملنا بشكل صح من عمر الطفولة يعني إذا أنا أصلاً أساساً عطي إذني لأبني أساساً أنا تاركي فصحة للمجال بالتعبير عن الرأي بالاعتراض بعدم الموافقة حرية الرأي حتى حرية تخبئة الأشياء يعني ملاقي نحنا الأطفال بعمر ثمان تسع سنين بحب يكون إليه درج إلى مفتاح وبتزيد بمرحلة المراهقة يحب إذا عنده الآيباد يكون إليه كلمة سر يشعر أنه هون عندي خصوصية ما هلأ قديش مستوى الأمان اللي هو شعر فيه من آباء من أهله اتجاهه هو ممكن يشاركم بهذه الأشياء اللي هي كلمات سرية أو أي شيء من هدول فكتير مهم نعرف أنه هي المراهقة هي مرحلة بسيطة إذا نحنا أعدنا نفسنا لإله ثم نحنا أعدنا المراهق لإله وهي حطول وتكون ملامحة وأعراضة كتير يعني فين نقول بصراحة مرهقة ومؤلمة على الأهل إذا هنم معرفوا يتعاملوا إلى قديم الدتالة قريبا فين نقول عنها قديم الدتالة المراهقة المراهقة هي بتبدأ هي عندنا مراهقة مبكرة من عمر إي داعش لأربة عشر سنة هي مراهقة مبكرة وهي غالبا ملاقية عند البنات أكتر من الصبيان بتبلش وبتترافق مع حالة البلوغ عندنا من الأربة عشر لتمنتعشر هي مراهقة متوسطة والمشكلة الكبرى هي بالتمنتعشر للخمسة وعشرين هي مراهقة متأخرة وهلأ بعض الدراسات حتى لاقوا فيه مراهقة تماما فيه مراهقة فيه مراهقة أشوية والأربعين وهي للرجال أكتر من النساء يعني هدول الأشخاص اللي هنا معا عاشوا فترة مراهقتهم بشكل صحيح صدقا بيقول فرويد أي شيء يكبت عند الإنسان هو يخفى ولكن سيظهر بشكل أشنع وأقبح بعمر غير لا يتناسب مع ظهور التصرفات يعني مشوف نحن حدا كبير بالعمر عم يساوي أشياء منقول إنه عم يجهر من الضابطة مع عمره قصة شعر مو زابطة مو لا يقتله فمنلاقي إنه هو عم يعيش مرحلة هو ما عاشه أساسا وقد كان هو عمر الطفولة مضبوط طب خلينا نحكي شوية هبا دايما منسمع عند أي أسرة عند حدا بسن المراهقة إنه عم يعانوا من كيفية التعامل حسين هنه التعبانين ما الطفل التعبان وخاصة إذا كانت المراهقة صعبة كنا عم نحكي تحت الهواء كنا عم نقول إنه هذا يمكن الجيل شوي هو جيل الانترنت جيل الضياع جيل الإشياء الجديدة المنفتحة فكيف يتعاملوا الأهل بطريقة صحيحة مع الوضع الصعب تعامل الأهل بتوقف على مدى استعدادهم حرجع إيد هاي القصة كيف نحنا عنا موضوع البكالوريا يعني مجرد كلمة بكالوريا بتلاقي حالنا إنه صار في استنفار صار في نحنا ما بنى ضيوف ما بدنا حدا نفس الشي مرحلة المراهقة الأهل كتير عملينا ضمن إطار كتير مخيف إنه لا ما بقدر أترك ابني مراهقة لا ما بقدر أتركه طيب معلش ببساطة إذا أنت تعاملتي مع هذا الطفل الكبير شوي تعاملتي معه وفق أشياء أنت تعلمتيا ونحنا حنقول لكيف طريقة التعامل أول شي عنا موضوع الاستماع وتقبل الرأي وتقبل النقد هدول كتير مهمين جدا جدا هيبدأ المراهقة يحط حاله بنفس الكفة طبع الأهل ليش أنت بتسهر وأنا ما أسهر ليش أنت بتطلع وأنا ما أطلع ليش أنتوا لكم رفقات معلش وأنا لا ليش بصير في مقارنة تماما عم يحط حاله بنفس الكفة أنا اللي ما بدي يجي يقول له أنا ماما أو أنا بابا وأنت لساتك صغير أنا هوني نزلته فهو حيروح يثبت نفسه بغير مكان وهوني بقى نحنا بنقع بالطامة الكبرى لما نحنا حبلش نتيقظ أنه أبني عن جد عم يبلش ينحرف أخلاقيا بس هو عم يشعرني وعم يعطيني الشكل اللي بديه أنتي بديك شكل طفل ملتزم حاضر بديك شكل حدا يقول حاضر حاضر بس أنا بره حتمرد على كيفي والمجتمع بره جاهز تماما لحتى يتلقى هدول الأشخاص اللي هن غير محتوين ضمن البيت بجوز نحنا نفهم كلمة احتواء أنا شو معنات أني بدي أحتوي ابني في أشهر أنه قل له أي كل وقت هكذا الأمهات بيفكر وقت هذا للأسف أنه أنا ببعطي كل شيء لابني وأنا سامحة كل شيء لابني يعمله والآيباد خليه بي إيدك إمتى ما بدك هذا الموضوع لا لأنه نحنا الانفتاح الكامل يساوي ذات الطفل المنحرف أخلاقيا للطفل المكبوت تماما يساوي نفسه نفسه يعني إذا هذا الطفل يحرف أخلاقيا ورحمه على فق السوق يعمل أي شيء نفس الشيء الطفل المكبوت يساوي نفس الشيء فهدول نفسه الكفة طيب هيبا كنتي عم تحكي بالبداية أنه مرحلة المراهقة بدها تحضير يعني نحنا من عمر معين بس يصير أولادنا ووصلوا لعمر معين المفروض أنه نحنا نشتغل على هذا الموضوع يعني إذا ما علمنا أولادنا يمكن من هن عمرهم بالخمسة سنين أنه نحنا نسمعهم ما رح نقدار يصور في حوار بيننا بس يصير عمرهم 12 و 14 سنة تماما التحضير كيف تكون تحضير الطفل للمراهقة؟ حلو كتير هذا السؤال أنا بعمر مثل ما أنت قلت تماما عمر خمسة سنين هل يشهد العمر الأهل ممكن يعتبروه هو مجرد احتياجات فيزيولوجية يعني أنا أبني بده يأكل بده يشرب بده يشرب بده يطمن على طوله بده يطمن على وزنه بده يطمن على هرمون النمو عنده في عنده أي مشاكل صحية هذا الأهل اللي بيساعدوه بس في عنا عامل عم ينمو بس منا منتبهين له وبيظهر فجأة العامل النفسي تماما هذا بيظهر فجأة بعمر المراهقة كيف أنا بدي عد أنا لما بدي يكون في شي جزء مخصص أنا بسميه مثل جلسة افتح قلبك هي بشكل يومي هي بتصير مع أبنائي نحنا منعود ومنفتح هذا الملف طبعا اليوم ممكن يحكوا كل السلبيات اللي هني بيعرفوها أو بيحكوها عني أنا فخاصة كوني أنا أنتمي طبعا للبشر فأنا يمكن عصيب أنا ممكن أغضب أنا ممكن أبكي أنا ممكن يكون ما لي خلق أني أنا أسمع بهذا الوقت المعين هذا الشيء لازم ينذكر ولازم نتعود عليه ويصير روتين يومي مو بس روتين مو بس أنا بروح بزيارة دورية عند الطبيب هذا الموضوع بشكل يومي بدي يصير أني أنا بستمع لأبنائي ويستمع لنقدهم تقبل النقد وأخذ رأيه عمر خمسة سنين ست سنين شو بتحب تأكل شو رأيك بأواعي تشاركية يمكن عم بسأله عن أواعي مو بس عن أواعي عم بسأله عني فهو عم يعطيني رأيه قديش هو عم يحس حاله أني أنا حدا محترم قديش عم يوعى على الشيء أنه أنا والله عم يتاخد برأيي والله هي كلام تاكسر نحن إذا رحنا بهذا الوقت بجوز نلاقي دكتور مسكر نحن عم نخلي نطلع جواته أنه طلع باقتراحات وطلع بحلول أو طلع حتى بأجوبة صحيحة هذا الموضوع كتير بيفتح بيني وبينه قناع طبعا هذا الموضوع ما بس بعمله سنة وبوقف سنة هذا بده يظل عم يمتد معي تماما يعني ممكن نسأله مثلا بالمدرسة أنه أنت معرفقاتك كيف ميل أكتر في قريب منا كيف أنت بتحب تتواصل معرفقاتك لما أنا أشعر بفجوة أنا ممكن أطلع معه مشواره وخليه فضيلي أنا أحكي له عن رفقاتي فبالتالي فتحت له قناع يحكي لي عن رفقاته هذا الشيء بيقرب كتير 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 بيقلل الفجوة بيني وبينه وبيساعد على أنه هو يسمعني أنا بالعمر المراهقة إذا بدي أعطيه أي ملاحظات لأنه سيعرف أني أنا ما أنا شرطي أنا ما أنا رادار قاعد بس عم يلقطه لحتى هو يتجاوز السرعة أو تجاوز الحدود المسموح فيها لا أنا حدا عم يتعاون معه لأنني أنا كمان إذا غلطت تعنب بهني وأفضل مدرب وأفضل شخص ممكن هو يساعدك هو الشخص اللي جنبك اللي معاكي بالبيت نحنا هي دائماً ندعو له إلى ربي عندك مدرب شخصي يعني أنت قولي لما بتشوفني علي صوتي عمل لي هيك مثلا ممكن هي إشارة شي فرميني وبينك إذا أنت شفتني تصرفت شي تعال إلي إن أنا ماما حسيت أنك إنت عملت بهذا الشي مو هيك أفضل أنا شو بكون ساويت أنا عم ساوي شخصية قائدة عم تقودني وتساعدني أنا حتى أتحسن وبالتالي هو حيتقبل مني هذا النقد لاحقاً حيتقبل مني فكرتي إذا بدي أقول له أكيد طب خلينا نحكي شوي كمان عن مرحلة المراهقة هي فيها يعني مثل شعرة صغيرة بين الضياع وبين كمان تحديد الشخصية بشكل صحيح خلينا نحكي عن العوامل النفسية اللي كمان بتنعكس على المراهق أو المراهقة خاصة أنه في منهم عم بوصل للإكتئاب عم نسمع بكتير حوادث كيف يون الأهل كمان يستوعبوا هاي الحالة النفسية كيف يكونوا أقرب لا شو النصائح اللي ممكن تعطينا ياها حتى يتعاملوا أهل تماماً هلأ عنا موضوع مرحلة الضياع كل ما أنت سمت هي المرحلة طبعاً أنا ما بارش لشيك عم يصير معي أنا ما بارش لشي اليوم موجع بالي أدرس أنا اليوم حابب نام هون الأهل بيرفضوا بيحسوا كل شي ربوه عليه ضاع باللحظة شو نايم عندك بكرة مذاكرة شو نايم أنت قاعد عم تلعب أو شو عم تلعب وانت بكرة عندك مذاكرة فنحنا منبلش نحس أنه الشيء اللي راسمته بالي ما عم يتطبق على الواقع فنبلش حس أنه فيه تهديد صار ببيتي هذا التهديد اللي عم يصير بيطلع أنا هذا البركان اللي جواتي فبالتالي بيزيد الضياع عند الطفل واللي أنا بسميه طفل كبير اللي هو المراهق نحنا بدنا مع الطفل حتى نتجاوز مرحلة الضياع كتير مهم نعطي إذننا كتير مهم نقبل وجهات نظره كتير مهم نقبل أصدقائه موضوع الأصدقاء بيصيروا مؤثرين أكثر من الأهل بيصير عنده رفيقه أغلى من أمه رفيقه أغلى من أبه يعني أنا شو أنت لحتى تجي تقليلي لتحلم عنه حتى بشير فكره للأهل تماما إنه ليش أنت مين أنت أصلا يعني وجواته لو بيقدر يحكي هذا الصوت بس هو أنا العليا بتوقفه اللي هي القيم والأخلاق إنه مين أنت اللي حتى ترفضي رفيقتي فلانة هي أحسن منك أصلا على الأقل بتسمعني شو اللي بيصير بين الرفقات اللي بيصير بين الرفقات ما في تحكيم إنه ما في استماع آه أنت هذا الشي يزع عليك بيين عليك اليوم الدايئة حاسستك اليوم مزعوجة شو اللي يصير معي لأنه هي مو ضمن المشكلة فهي بتبلش تسمعها باحتواء تبلش تسمعها بعاطفة الاستماع العاطفي هذا أساس 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 موضوع إنه أنا خلص ابني من مرحلة الضياع وخلص ابني من مرحلة التشتت اللي هو ممكن يمر فيها اقبله أنا ممكن أنا شوف ابني عم يساوي خطأ فاحش أكتر من الموضوع إنه ممكن يكون عم يتفرج على شيء ما نولاق أخلاقيا أنا إذا بدي يشوفني استهجنت فهو مرة جاية حيث على يكون أكثر سرية ما حيث على أنه يخلص من هذا التصرف فتقبلك لتصرفاته الخطأ بطريقة مدروسة كيف الطريقة المدروسة إذا أنا شفته أنا حاسة إنه عن جد أنت كبرت بس أحب أقعد معك ونحكي شوي بكل هدوء قديش البركان جواتك قديش مخيلتك راحة إنه ابنك عم يساوي حرام أو عم يساوي شيء غلط كتير كبير قديش راح مخيلتك المشهد الأخير من الموقف اللي انتشفتين هذا اللي بيقلقنا أنا شوف ابني ما عم يدرس أنا بعتبره بكرة هو قاعد عم يمسح خيارات طبعا فأنا بيقلقني هو المشهد الأخير من الموقف اللي صار فأنا كتير مهم انتبه إني أنا الآن وصلي على الحاضر الموقف اللي صار أنا ساعد إني عدله طيب الكلمات المحفزة قديش كمان بتساهم بإنه المراهق وقت بيفوت بمرحلة الضياع ومتل ما قلتي فجأة خصيصا بموضوع الدراسة بيبعد عنا بشكل كتير كبير وبيحس هون اللحظة أنه هو فشل وما رح يقدر يحقق أحلامه اللي من هو وظهر كان عم يفكر فيها وبيبلش يصير بمرحلة أخرى قديش تحفيز الأهل لحتى يتجاوز الطفل هاي المرحلة بيساهم بأنه هو يقدر يلاقي حاله ومثل ما قالت زينب أنه يشكل شخصيته يعني اللي عم يدور عليها صحيح لا مرحلة أنا كيف بقدر أني أنا ساعده بهذا الموضوع بداية أنه أساسا اللي بدي يكون أنا شغالي عليه بمرحلة الطفولة بأشياء اسمه ميول أشياء اسمه اهتمامات أنا لما بدي يكون ابني شاطر بالشطرنج ويروح يبرز نفسه بمرحلة ما هو هيشعر بالرفض بس هو الشطرنج مثلا بالنسبة لأيله تعتبر مكان بيقدر يثبت فيه نفسه وشخصيته بيقدر يبرز أنا أكيد ممكن أعمل كلمات محفزة بس أنا هلأ عم بسمع كتير من الأطفال بيتحكوا علي اللي ما بيقولوا لي أنت شاطر فهو عن جد لا قلت الفكرة أنه هني عم يحفزوني لأنه أنا جواتي ماني مقتنع فأنا كيف بقدر استعين بهذا الموضوع بقدر استعين لما عن جد بربط كلمة شاطر بإنجاز مو شاطر أنه برافو جبت كاسة المي لأيلي قلت لك جيب كاسة المي قم جبتها لا كلمة شاطر لما بده تكون مقترنة بإنجاز وقدام الجميع قدام الأشخاص الآخرين هون ما بيشعر برياء الولاد ما بيشعر أنه أهلي عم يجاملوني لأنه أنت عم تحكي قدام غيري أنه أنا شاطر أنا قدرت أتفوق بكذا فهو هون بيطلع أني أنا دائما بدي أسمع هالكلمة فأنا خليني كتر إنجاز بهذا الشي نحن دائما لما منعود ومنحط مقلية الولاد فهونا منيجي منقل له ما بينام بيحزبني ما بيدرس والله الله يمضي هالعمر على خير والحق علي يتزوجت وكان لازم والولاد شو عم يسمع هو عم يسمع قديش هو بمثلهم بالنسبة للأهل فهذا الموضوع كتير مهم اقتناء الكلمات اقتناء الكلمات أنت حسي حالكم عصبة أرجوكي انسحبي من الموقف أرجوكي روحي لمكان تاني أنا ليش عم أقول بياء المؤنثة لأن الأم هي المرابية وجودها تماما بالبيت فأنت بتعدي عن الموقف عن جد الليل وعنهلا ما أنا أدراني أحكي شي وغالبا الأب بيدخل بيخرب كل شي بحقينه التوتر يتوتر يمكن كمعنا مثل قديم إن كبر ابنك خاوي يعني بس يبلش يشكل شخصيته كيف يعني الأهل يكونوا بيت سر ولادون ورفقات ولادون يمكن هاي العلاقة هي الأفضل دائماً منحكي عننا بعلم النفس وبالتربية أنه يكونوا رفقات ولادون حتى يضل في يعني هاي التعاطي والنقاش بأي أمر بمر في الطفل حلو كتير أنه نحنا ندعو أصدقاء أبنائنا على البيت ونعزمهم ونتركهم بشيلي هنا بحبو حابين يلعبوا آيباد على بلايستيشن بس أنا شو ساويت أنا خليتهم يجوا لمكان أنا عم شوفهم فيه أنا عم بلش أعرف وإلمس أنا ابني هون لما عصد بحكي هالكلمات بس بالبيت ما بحكيها أنا هون ابني تنمر على رفيقه فأنا هون عم بنتبه أنا شو بدي أعدل حتى أنا لما بروح أصلا بصير صديقة أمهات أصدقائهم فخلينا طلعات أنه أنا أصلا صرت رفيقتك أنا لما بدأ يجي حدا من الأصدقاء أو مثلا حدا من رفقات ولادي حكي شي كلمة فأنا جيت أنا عم حاكي بأسلوب كتير رطي والله ذكرتني بقصة كذا 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 فهون الولد حيحس أنه أمي رفيقي اللي هي أنا عم تسمعني عم تنتبه لي فأنا حا أحسد رفيقي حقله نيالك على هالأم فأنا بالتالي خليت ابني يشعر بقيمة أمومتي عنده من خلال رفيقه فإنه لا تعال نسأل ماما تعال نسأل أمك تعال نشوف والله هذي كمرة سألت أو جاوبتنا كذا هدا قد يش بدأ يكون عندك درجة وعي عالية كتير 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 الموضوع الوعي بهذا الموضوع موضوع أنك أنت أصلا ترافقي رفقات ابنك قبل عمر المراهق كتير مهم هذا الموضوع للي هنه ما قدروا يرافقون وصار ابنك مراهق أنت بتقدري هذا الموضوع تتجاوزي لا تقولي يه سمعتم عم يحكوا عن كذا بذات البنات سمعتم عم يحكوا عن الشباب سمعتم عم يحكوا أنه مدرمين لطشون سمعتم تقول أنت تفوتي مثل اللي انقض عليهم وأنك لقطي شي شغلي آه تمام والله حلو هيك والله أنت شعراتك حلوين والله أنت لبسك أنيق فأنا بلش عزز عندهم المظهر الخارجي اللي هنه بالنسبة لإلهم حد رقم واحد أنه هو يتركز عليه ويكون عليه الضوء كله طيب كنت عم تحكي على موضوع الأصدقاء يعني في إحدى الجلسات سمعتها من إحدى الأمهات مالك عم تقول أنه بنتها ما بتخليها تتعرف على رفقاتها يعني ما بتتقول لا لا ما بدي جيب رفقاتي على البيت ما بدي ياكي تتعرف عليهم طيب هذا الرفض كيف الأم فيها تقدر تواجهه لحتى تقدر أنه ترجع تعزز السقة شوي من بنتها يعني بتجاه الأم تماما نحن في شيء اسمه عنصر المفاجأة عنصر المفاجأة اللي هو أنه قديش حلو هي تكون بالمدرسة ويجيها بوكي ورد من ماما يجيها بوكي ورد بعيد ميلادة يجيها كيك يجيها تصير أي تصرف يظهر وجود هاي الأم بحيات هذول بحيات هاي البنت قدام الأصدقاء فهون هي حتشعر أن ماما أنا كثير مبسطة اليوم من هذا الشي اللي أنت عملت وأنا ماما كثير شعرت بالفخر لما أنت هيك حسيت حالي عن جد مميزة فهذا الموضوع أنه عنصر المفاجأة صفك قديش الأم عندها مرونة بأنه هي تعرف تختار الأوقات المناسبة ممكن أمام العائلة تحاول هي تظهر أنه أنا والله باخد رأيي بأوعيي بصراحة من بنتي بنتي شو بتقلي أنا باخد رأيي أنا بدي أكثر حواجز أنا بنتي لما هي رفضة أنه هي تعرفني على رفقاتها فهون في حاجز بيني وبينها مكسور أنا بدي رمم هذا الحاجز أول ما فيني اقتحم خصوصيتها هي منعتني لأنه هي بتعرف أنه ماما عندها واحدين ثلاثة إذا ما توفروا برفيتي فماما حتعمل إلغاء لهي الرفيئة فأنا بدي إياها لهي الرفيئة فكيف أمي بدأ تلغيها وفق شروطها لا أنا بدي إياها فأنا هون ببلش بعمل مرونة مع بنتي وبلش إلا أنه نحن بشر ونحن بنغلط وما في شخص مثالي أنا بغلط وانت بتغلطي صفا نحن بناخد أقرب شخص لإلنا لحتى نحن نرافقه من دون ما نحن نتأثر مثلا موضوع المعتقدات وموضوع القيم اللي هي ثابتة وأنا كتير بمبسط وممكن أحكي لها أنه أنا مثلا عندي هاي الرفيئة بس ما بتوافق هي معي بهي النقطة بالأسرة بس بصراحة بحسها كثير إنساني بتسمعني بشكل منيح أنا ببليش ورجي قدش في فروق بس في أشخاص مميزين ما حيكونوا طبق أو نسخ لسق عني حتى أنا قدر أتوافق معهن أو لا نعم يعني هبا مثل ما قلتي هي مرحلة بين الطفولة والنضج أكيد يعني جسر وصل حتى يوصلوا أولادنا بشخصيتهم المستقلة لمرحلة النضج إذا كانت بشكل صحيح التعامل دائما منقول أنه يكونوا الأهل رفقات وولادهم نتمر هاي المرحلة بسلام نتشكرك على كل المعلومات لعطيتنا إياها وأكيد إن شاء الله الأهالي يكونوا استفادوا مننا شكراً كتير لأيكم شكراً كتير لأيكم شكراً كتير لأيك كهبة وإن شاء الله نتمنى أن يكونوا الأهالي يستفادوا مننا لحتى يقدروا يتخطوا هاي المرحلة وتظلها العلاقة الحلوة بينهم وبين أبناءهم أكيد ما يسع أما هلأ رح نروح لسويدا ونتعرف على مسرح الأوديون الأثري بهاي المدينة اللي بيعتبر من أهم المسارح اللي بتعود إلى الحقبة الرومانية مع مراسلنا شام حمدان يعتبر مسرح الأوديون الأثري الموجود في مدينة السويدة من أهم الآثار الموجودة في المحافظة وهذا النوع من المسارح انتشر كثيراً في الفترة الرومانية هذا النوع من المسارح انتشر كثيراً في الفترة اليونانية والرومانية في كل أرجاع الإماراتورية الرومانية نراها في محافظة السويداء في موقعين موقع قنوات وموقع المدينة السويداء القديمة هذه المسارح كان لها وظيفة اجتماعية ورسمية يعتقد أنها كانت مقر لاجتماعات أو لمجلس شيوخ في المدينة أي الناحية الإدارية حاضرة والناحية الاجتماعية يقال أن هذا المسارح لتسميتها الأوديون أي مسارح الحفلات الموسيقية وهي فعلاً هذه المسارح بقطرها صغير مساحتها ضيقة لكن تؤدي وظيفة اجتماعية وفنية مهمة في هذه المدينة قضية حفظ هذا المسرح في مدينة السويداء أكثر حفظاً من قنوات جرت عمليات ترميم على هذا المسرح بإشراف دائرة أثار السويداء بدأت أعمال هذا التنقبات في المسرح بعام 1997 ببعث السورية الفرنسية المشتركة تم وضع مخططات للمدينة القديمة والمسرح اتجاهات هذا المسرح طبعاً تبين من خلال الأبحاث الأثرية أنه الكتل المعمارية في المسرح تمتد بين القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي أي بفترات زمنية متتالية بعض درجات المسرح كانت محفوظة بشكل جيد جرت عليها ترميمات بشكل منسق وجيد قضية الحفظ في الموقع كانت جيدة وأعمال التنقيب كانت مستمرة العام الماضي قمنا بتنقيبات في المرافق المحيطة بالمسرح بدأت أعمال التنقيب في المسرح الذي يعود للفترة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني الميلادي عام 1997 حيث عملت مديرية آثار السويداء على الترميم المستمر للمسرح برج على الفترة الرومانية وهو مرتبط مع المسرح الكبير هني بيجوا على قطر واحد في أرزاء من كواليس المسرح الكبير بعضها محافظين عليها بس حسب الإظهارات اللي ضلعت معنا والمخطط اللي حاطينه للمسرح الكبير هو يعتبر من أكبر المسارح بسوريا الجنوبية نحن بشكل عام هون المسرح الصغير من الأملاك المديرية العامة كواليس المسرح الكبير بتقع بعقارات خاصة تحت إشرافنا أي عمل بيكون فيها تحت إشرافنا فمنحاول قدر الإمكان يعني نحن نتعاون مع العالم من شان نصل لأحسن نتيجة نظهر الأثار ونحافظ عليه هذا النوع من المسارح كان له وظيفة اجتماعية وثقافية كمقرن للاجتماعات لمجلس الشيوخ وإقامة الحفلات الموسيقية الصغيرة أكيد ميسان من مسرح الأودجون الأثاري بمحافظة السويداء للشعر اللي عم بلامس حياة كافة تفاصيلها مع ضيفنا لليوم اللي نسج بحروفه كتير من المعاني هو الشاعر السوري حيان محمد الحسن عضو اتحاد الكتاب العرب من موليد طبعاً 8 وسبعين هيئلنا عمرك على هو يسعد صباحك أستاذ حيان أهلا وسهلا فيك بصباحنا غير يعني العديد من الأعمال نشرت لحضرتك في مجال الشعر وفي مجال النثر ولكن اليوم يمكننا نحكي عن مجال الشعر أستاذ صباحك وأهلا وسهلا صباحكم محبة وفرح أستاذ حيان خلينا هيك نبدأ مع حضرتك نحكي عن بداية الكتابة دائماً الواحد وقت بيكون عم نحكي عن شاعر أو عم نحكي عن كاتب بيكون عنده بدايات هي البداية بتكون أساس لهالمراحل اللي بيوصلها أكيد الشاعر لابد من القاعدة أو لابد أن يكون لديه المخزول الكافي لكتابة الشعر أنا نشأت في قرية ساحلية عند المساء تسدل شعرها على كتف الجبل وفي الصباح تستحم في مياه البحر رزقنا الله طبيعة ساحرة هذه الطبيعة كان لها إعنكاسات على شعري ونضوجه في مرحلة بعد كتبت الشعر في مرحلة الشباب كتبت عشرات القصائد طبعاً دول شعرتها في الصحف المحلية ولكن في مرحلة مرحلة بعد الشباب وسفري خارج سوريا للدراسة والطلاعي على الأدب الفارسي أكسبني خبرة أكثر وأصبحت قصائدي أنضج مما سبق وكتبت قصية النسر والقصيدة الكلاسيكية العمودية ولدي عدة مجموعات صدرت مؤخراً صرخة عاشق يمكن آخر إصدار لإلك خلينا شوي نحكي عن هالإصدار ونسمع شي منه صرخة عاشق صدرة حديثة يعني في السابع الماضية عبارة عن عدة قصائد عمودية غزرية طبعاً مواضيع المطروحة في المجموعة الشعرية هي غزرية بامتياز سأقرأ نص قصير مري على درب حبي مري على درب حبي ذكريات شذا بخمرة من شفاه لو عتي فيها لا تتركيها خوابيك بلا رشف لا تسكر الخمر إلا في خوابيها وأرض صدري عطشة لا رواء لها صب العناقيد خمراً في ورويها روحي بها ضمأ قلبي به ولهن وجنة أنت في أبها معانيها يفوح من شفتي شوق ومن رئتي نيران لهفة مشتاق فطفيها لا طيب الله أيامي وليس بها من نور عينيك آيات ألبيها مواضيع يلي بتختارها والدواوين يلي بتنزلها حضرتك على أي أساس بتعتمد شو الشي يلي بيدفعك للكتابة وأكتر شي بيأثر فيك الحقيقة الشاعر لا يستطيع أن يختار الموضوع الذي سيكتبه يعني هناك عدة عوامل أو عدة أمور لسوق الشاعر سوقة إلى كتابة القصيدة طبعاً الشاعر حالياً فعالية ممكن في حالة حزن أكتب قصيدة ممكن في حالة فرح ممكن فقدان عزيز الحالة هي التي تفرض نفسها على الشاعر عندك مبادرة كمان يمكن خلينا نقول جميلة بس غريبة بنفس الوقت هي توزيع دواوينك بالمكاتب مجاناً خلينا نحكي عن هيئة الفكرة ونحكي شوية عن كيف طلعت بيبالك كيف عم يتم التعاطمة الحقيقة قيامي بهذه المبادرة جاء من احساس نابع من احساس بأن الأدب رسالة وحتى أن نقدم هذه الرسالة بكل أمانة علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع القارئ توزيعي كتبي على المكتبات والمجان أنا أتخذت هذه الخطوة لعدة أسباب منها عدم قدرة القارئ على شراء الكتاب في ظل هذه الأزمة ثانياً لتقريب المسافة بين القارئ والكاتب والشاعر وأعود أكرر أن الأدب رسالة وحتى نؤديها بكل أمانة علينا أن نتخذ عدد خطوات جريئة وإن شاء الله كل أمل أن يحذو باقي الشعراء على خطايا في هذه المسألة وقد نكون وفينا جزءاً من رسالتنا التي نسعى لأدائها كثير حلوة هالموضوع ذكرت حضرتك فعلاً أنه بالأزمة يمكن صار في الواحد عنده الكثير من المشاكل ممكن الناس تقدر تروح تشتري كتاب فيه ناس تضع ما بيسمح له دعيني نحكي الأزمة قداش أثرت على كتاباتك وعلى قلماتك تأثرت فيها كتبت شيء عن الحرب بسوريا كل شاعر أو كاتب لم تؤثر هذه الأزمة عليه أعتقد أنه ليس بشاعر أو كاتب مجرد رؤية هذا الوطن إذا عرض لهذه الهجمة الشرسة ورؤية قوافر الشويداء يصحضون إلى العلياء وصمود هذا الشعب وهذا القائد تلاحب الشعب مع القائد لا بد أنه تأثير كبير على ذائقة الشاعر لا بد أنه سيتفاعل مع هذه الحالة وحالة سيكتب أنا في سنوات الحرب كتبت عشرات القصائد في الشهيد وفي صمود الوطن هي عملية توثيق لتلك المرحلة التي مرت بسلام على وطني الحبيب سوريا وأصدرت أولى مجموعاتي في الشعر الكلاسيكي القصيد العمودية ديوان بعوان عرينوك شامخ وإن شاء الله سيصدر الجذ الثاني منه قريبا دعونا نسمع شيء كمان سأقرأ عدة أبيات لأن القصائد طويلة هم تختار لنا هلأ نعم سأختار نص بعنوان وخصيل بعنوان الشعب خلفك يا بشار واعصار يالا تفضل الشعب خلفك الشعب خلفك طوفان واعصار وأنت للشعب إشراق وأنوار رفعت للعرب هاما عاليا أبدا فصار كل شهور العام آذار أرسيت نهضتنا أزكيت وحدتنا أعليت رايتنا فالحب نوار لما رأى الغرب ما أنجزنا متئدا للشعب يتحفه بالنصر مغوار تحركوا زمرا تحركوا زمرا صهيون قبلتها وللفتاوى طواغيت وفجار شاءوا بنا القتل والتفريق ويحهموا وإننا في سبيل الحق أبرار دم الشهادة من أجيالنا نهر وحوله من زحوف الجيش أنهار هذه البلاد سفين المجل سائرة فكيف يقضم في أحشائها الفار فحافظ قادة الشرينة وصطره فخرا تقاصر عن عليائه عن علياه أقماره هو الرسالة وحي الله مبدأه صانته من كيدهم فالخط بأقدار بشار يا حلما من بعده أملوا في صفه كل الأهل الحقي أنصاره سيد حيان نشكرك كثير لوجودك معنا لليوم ولكلماتك الجميلة نتمنى لك كل التوفيق يا ربو تقدر تحقق كل شيء تتمنى بمجال النسر أو الشعر وغيره شكرا لكم شكرا لوجودك معنا وبالتوفيق بدووينك الجديدة اللي ستصدر إن شاء الله شكرا لكم ميسان بأجواء الشعر راح نبقى لكن هالمرة من السلامية بريف حمالي شهدت افتتاح ملتقى الخريف الأدبي الثاني بجمعية أصدقاء السلامية بمشاركة 32 شاعر وشاعرة أكيد تفاصيل أوفاد من هالتقرير بمشاركة 32 شاعر وشاعرة افتتح ملتقى الخريف الأدبي الثاني في جمعية أصدقاء السلامية في مدينة السلامية بهدف تبادل الخبرات والتذكير بأهمية الكلمة استطعنا أن نختار مجموعة من الشعراء الجادين والجيدين والقصين وشعر المحكي دخلناه سنة إضافة لفقرة موسيقية لحتى يكون وجبة فعلا تستاهل أن الجهور يتناول بأمسيات الملتقى الخريف الثاني هو عمل تشاركي هو عمل معرفي يتضمن القصة والشعر والموسيقى يتضمن نوابغ من الأطفال الفئات العمرية الصغيرة نحاول نعطيها فرصة ليكون إلى مساحة في المستقبل العمل نحن بيعنينا من عدة نواحي الناحية الأولى اليوم نحن نشكل حالي تشاركي عبر نخبة واعية من الشعراء والفنانين والموسيقيين شاركت بعدد قصائد منوعة هي عبارة عن مجموعة مشاعر تخص كل القلوب التي تحب هذا البلد منها قلوب رحلت ومنها قلوب سافرت ومنها باقية إلى اليوم في هذا البلد هذا الملتقى هو خريفي كما حصل في السنة الماضية في هذه الأيام خريفي تشريني جميل تخرى الصحراء وحزن العتابة وشجن المولية وطعم خبز الصباح هي مدينة الماغوت مدينة الشعراء والفكر والأدب ركائز وأساس بناء مجتمع معافى فكريا قادرين على النهوض بالوطن بالطريقة المثلى يعني من أجواء الشعر وأجواء الثقافة رح نروح لمعلومة جديدة والشغل جديدة تماما زينة برحمة علف اليوم على فوائد عديدة بتقدمها الإرفة بفصل الشتاء لجسم الإنسان ويلي كثير من الناس كثير بحبوها على الإرفة بالمعدة التالية القرفة تعتبر من أقدم التوابل التي استخدمها الإنسان حيث أثبتت الأدلة أن استخدامها يعود إلى عام 2700 قبل الميلاد كما تشير بعض المراجع إلى موطنها الأصلي في منطقة الكاريبية وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أسيا فكانت تحظى باهتمام واسع لدى الفراعنة في مصر القديمة يوفر شراب القرفة العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان فهي مضاد للالتهابات ومصدر غني بمضادات الأكسدا وتساعد على الحد من الأمراض العصبية ومكافحة عدو البكتيريا والفطريات وتعزز عوامل الوقاية من السرطان ومكافحة فيروز العوز المناعي البشري وتفيد في معالجة بعض مشاكل البشرة لدورها حسب بعض الدراسات في مكافحة البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب ودورها المحافظ في إنتاج الكولاجين وتنظيم ضغط الدم ميسان وصلنا لفقرتنا التالية اللي بتهم كل السيدات بشكل عام ومثل ما بنعرف أن فصل الشتاء بنعاني كلنا من الجفاف ومشاكل كتير بالبشرة كمان تراكمية من فصل الصيف ومثل ما قلنا فصل الشتاء بيحمل معه تبدلاته وبس بتقلب الجو إنما بتأثر على جسمنا بشكل عام لهيك دايما البشرة بتكون أول المتأثرين بتغييرات الطقس يعني المتلقي الأول لتغييرات الطقس بتكون فعلا البشرة زينب متل ما قلتي شو هي المشاكل اللي منعاني منها بفصل الشتاء بتعاني منها بشرتنا كيف منقدر نحلها ونعالجها أو نقي نفسنا منها عبر المواد الطبيعية هاي الموضع رح نتعرف علي مع سيدة أريج علي من محاضنة دمر الثقافية للحرف التراثية حرفة مجال صناعة الصابون والمواد التجميلية الطبيعية يسعد صباحك أريج صباحك أريج يعني صباحك الاعتناء بالبشرة كل السيدات اللي مثلاً بيكون أو ربات المنزل أو اللي بيشتغلوا أو الصبايا عم بيحبوا يرجعوا للشيء الطبيعي والشيء اللي ممكن يحافظوا على بشرتهم بيحبوا هاي الأجواء أنه عم يعطونوا ببشرتهم وخاصة إذا بلشنا من عمره يمكن شوي صغير فخلينا نعرف الشتاء لما بيجي دايماً بيحمل معه حبوب جفاف بالبشرة كتير من لاحظة شفاء تأشيب يعني جسم بيصير كلهم الشاب فكيف فينا نحنا نتعامل مع هذا الشيء خلينا نحكي عنه ونحطك المشاهدين بالصورة تمام هلا أول شيء عندنا بالشتاء كتير بيصير جفاف وتغيير بالجو لها السبب بيكون عندي تأشيب وجفاف بالبشرة نحنا لازم نركز بفصل الشتاء أول شيء على شرب الماء وكمان ننتبه للخضار والفواكه اللي بتطلع بالشتوية هي أكتر شيء مغزي للبشرة يعني عندك الإشياء اللي تطلع بالخريف هلأ مثلا المنغا المنغا اللونة أورانج كتير بتفيد البشرة يعني أكتر شيء مثل مثلا كمان اليقطين كله سيلينيوم للبشرة الأرعي يعني اللونة أورانج الجزر الشواندر الخضار الورقية السبانيخ الجرجير هدول الإشياء كتير كتير منيحة للبشرة نحنا الرمان الرمان معجزة للبشرة لهيك رب العالمين عطانا خضار وفواكه تطلع بفصل الشتاء بتغزي كتير البشرة ليه لأنه كتير الشتاء آسي على البشرة لهيك نحنا ننتبه على غذائنا يعني لازم نبلش أول شيء من الغذاء قبل ما بلش بالاعتناء الخارجي طبعا ما بلش بالاول شيء بالغذاء الداخلي بعدين ما بلش بالاعتناء الخارجي عندك يعني صبية أهم شيء ممنوع تنام بالميك أب يعني اعتناء شهر كامل بوجهك بيروح بليلة واحدة إذا نمتي وتكسل نمتي وما غسلت في ميك أب ممنوع لصبية تنام بالميك أب لازم دائما تكون البشرة عم تتنفس بالليل لازم أكيد نغسل وجهنا بصابون طبيعي أنا ضمن صح بنغسل وجهنا بصابون طبيعي ماني مع استخدام غسول للبشرة كنت أسألك كتير فيه يمكن ماركات يمكن عالمية حتى وغالية بس فيها مواد كيميائية أحيانا بتهيج البشرة تماما السلفات يعني ما في غسول للبشرة لو قد ما كان غالي لا يحتوي على السلفات إجباري بدي يكون بيحتوي على السلفات هاي السلفات بتعمل شيخوخة مبكرة للبشرة بتعمل تنظيف قاسي للبشرة ويحطو له محسينات هاي كمان المحسينات بتعطي ملمس حريري بينما هي بتكون عم تخنق البشرة اللي هي الديود السيليكونية فأنا أكيد بنصح أن الصبايا تلجأ للصابون الطبيعي الصبايا بيروتين عنايتها بالبشرة لازم تكون يعني كذا نقطة عندك أول شيء تنظيف تنظيف بالصابون الطبيعي ثاني شيء الترتيب ثالث شيء التأشير مرة بالأسبوع على القليلة طبعاً مو التأشير الكيميائي أنا ما بنصح أبداً بالتأشير الكيميائي بنصح بالتأشير الطبيعي بالطين البركاني مثلاً أو بالقهوة عندك صوابين بتعمل تأشير للبشرة وتبيض رائع مثل صابونة القهوة هاي صابونة القهوة والرمان مثلاً إذا نظفنا بشرتنا فيها يوم أي يوم لا بتاعتي بياض وتنظيف وتشيل كل الجلد الميت من البشرة طيب يا جزكرتي خلينا هيك نحكي عنها شوي شوي بما أنك إستي بالبداية لحتى نعتيني ببشرتنا بدنا نبلش بأول مرحلة وهي مرحلة التنظيف شو هي المواد الطبيعية أو الصوابين الطبيعية يلي بتخص مرحلة التنظيف وهل بتفرق بين البشرة الدهنية أو البشرة الجافة من حيث تنظيف البشرة والمواد التي يجب أن نستخدمها؟ تمام هلأ كل بشرة كتير بيجوني صبايا بيقولوا لي أنا بشرتي كذا حسب كل مشكلة صبية أنا بنصحها بالصابونة المخصصة لإلع بس فيه صوابين دائمة لازم تكون عند كل أنواع البشرات اللي هي الصابونة اللي بتغسل المكياج اللي هي صابونة حليب المعز صابونة حليب المعز بتعطي كثير تنظيف للبشرة وترطيب وبتعمل إزالة كثير للميك أب بطريقة خفيفة ولطيفة بحيث ما تجفف البشرة أبدا عندك صوابين للعالم الصابونة الثانية اللي هي اللازم للواحد يقتنيها صابونة القهوة صابونة القهوة لأنه بتعمل إزالة بتعمل سكراب خفيف للبشرة بحيث بتعمل تبييد وإزالة للخلايا الميتة عندك كمان في عالم بتجيني بتقولي أنا عندي حب شباب بنصح بصابون الفحم النشط اللي حكيت عنه قبل عبر قناتكم الكريمة صابون الفحم النشط للطبي هاي هي الشيء تمام تمام الفحم النشط للطبي هات ويكلونه فحمي تمام أكيد هو مو فحم الأرقيلة هو الفحم النشط الطبي اللي بيعمل ديتوكس للبشرة بيصحب السموم كله خصوصا السموم اللي بتتراكم على وجهنا من الميك أب فبتسحب كمان كل الدهون وكل الزيوان وفيها زيت شجرة الشاي الأخضر لتعقيم البشرة هاي يعني يعني مركزة للعالم اللي عندها حب شباب وبشرتها دهنية كتير ثانية مثلا هاي الصابون الأربع طبقات تمام هاي الأربع طبقات فيها يعني فيها أول شي طبقة الخيار مع الأوليفيرا مع الأفوغادو هاي لتغذية وتنعيم البشرة واعتاء نضارة يعني كلاجين طبيعي للبشرة طبقة الثانية هي طين طبع البحر الميت طين طبع البحر الميت هو يحتوي على جميع المعادن اللي بيحتاجها بشرة الصبية فكتير بترطب البشرة وبتعطي تأشير كتير ناعم الفحم النشط قلت من شوي لعلاج حب الشباب ومشاكل البشرة طبع الأخيرة هذا الطين الهندي البركاني هذا الطين الهندي بيعمل كمان تنظيف للبشرة ويزالة للنمش هذا كمان أنا بشجع الصبايا يعملوا تأشير الروجهم بالطين الهندي البركاني مرة بالأسبوع لأنه بيشيل كل البقايا لنمش بيشيل يعني بيشيل المشاكل الكلف الزيوان بيشيل كلها من البشرة بشرط أنه ينعمل تأشير مرة بالأسبوع نعم يعني عم نشوف حتى الأشكال عم تعطيني فيها قريج والحلاوة أنه ما فيهم ريحة إصطناعية ما فيهم ريحة كيميائية قوية أنا ما بحط أبداً فراجرانس ما بحط زيوت عطرية بحط الأسانشيال أولز اللي هي الزيوت المؤثرة تأثير من النبات مثل زيت الحبق زيت الجيرانيوم اللي هو العطراية زيت الوردة الديمشقية حلو زيت شجرة الشاي الأخضر زيت الليمون المؤثر من قشر الليمونة أنا هاي هي الزيوت اللي بحطة طبية يعني للبشرة بحيث أنه ما نأذي الوجهة أنا ما بهمني صبية وهي عم تغسي الوجهة شمريحة حلوة بقبل ما تستفيد أنا لا بهني تأخذ الفائدة من الزيوت الأساسية هاي حتى كانوا يعني خلينا نقول ستاتنا جداتنا أهلينا يستخدموا مثلا صوابين زيت الزيتون المشهورة بالساحل وكمان زيت الغار المشهورة بحلب خلينا نحكي يعني هي كانوا يستخدموا لك الأنواع البشرة تطورت هاي القصص صارفة لا في قصص جديدة عم تخصص طبعا فحكي لنا كمان عن خلينا نستفيد شوي في عنا كتير من الصوابين شو كمان فينا نحكي عن البشارات البشرة مثلا الجافة أنا وميسان كنا نسألك تحت الهواء شو ممكن نستخدم مثلا هلا أنا بنصح أنه نستخدم مرتبات طبيعية نروح نبحث عن وين في مرتبات طبيعية لا تحتوي على مواد حافظة مضرة مثل البربين ما بتحتوي على الفازيلين كتير صبايا لحد هلا ايه تمام الفازيلين يعني حتى بيشيلوا الميكاب فيه يعني هذا غلط جدا الفازيلين هو طبخة من طبخات البترول فهو كتير مضر وبيعمل تسكير للمسام بيعمل يعني أضرار هائلة للبشرة بيعمل تزييط للبشرة لحد هلا كتير صبايا يوميا تسألني عن الفازيلين انه شو رأيك أنا بشيل مثلا برتب وجي بالفازيلين الفازيلين بيخنق البشرة بيسد المسام بيعمل حبوب هو ما بيعطي ترتيب بينما هو بيعمل طبقة عازلة فبتفكر الصبيه انه هو عطاها ترتيب هو مضر جدا لازم دائما نستخدم منتجات خالية من البتروليوم جيلي اللي هو الفازيلين كيف فينا نعرف انه هي خالية هاي المواد؟ مكونات نشوف المكونات طبعا لازم تكون خالية من البتروليوم جيلي لانه هو يعني قد ما قالك عن اضراره فهو اكيد قليل بيسكر المسام وهو كتير بيعطي طبقة سميكة على البشرة نلجأ دائما للمرتبات الطبيعية المصنوعة من زيت اللوز زيت اللوز تمتصه البشرة فورا مثلا المرتبات الطبيعية المصنوعة من زيت الارغان اكيد طب هي العالم بقى او خصيصا السيدات توقت بيستخدموا زيت بفكروا انه ممكن هذا الزيات يأساري ما رح نعرف نوع الزيت ممكن تطلع لي هلا بكرة الصباح حبي اذا انا حطيت زيت على وشي او هنا دائما في عندهم هاي النظر الاستباقية للزيوت باستخداماتها وخصيصا اذا ما كانت فيه الى مركبة بنسب معينة يعني انه هنا يجيبوا الزيت ويحطوه على وشي اذا تمام انا كتير غلط انه الصبية من الحالة تجي تحط زيت لحالة انه على وجهها مثلا عندك زيت، كتير سنباية بتقول لحد هلا انه زيت جوز الهند انا أب performed his finger زيت جوز الهند بيسكر الماسام كمان هلا هو منيح للشعر اوكي وانه ام storm graphel dic efficace زيت جوز الهند بيعطي تنضيف رائع للبشرة بس هو ما بستير نحطه زيت خام لحاله على وجهنا هاد ما ننويح ومبقヤاني ما بسير بيسكر الماسام وبيعمل حبوب تحت الجلد لازم دائماً مثل ما قالت نلجأ للزيوت الخفيفية الخفيفة اللي هي عالمياً مخصصة للوجه مثل زيت الأرقان، زيت اللوز عندك زيت الحشيش اللي هو زيت القنب رائع للوجه كتير زيوت قليلة زيت الرمان، زيت بزر العناب يعني هالخمز زيوت هنو الوحيدين اللي أنا بحطهم بكريماتي تبع الوجه أما كريمات الجسم أكيد بحط فيها أي نوع من أنواع الزيوت الثانية مثل زبدة شية رائعة للجسم بس ما بصير نحطها للوجه للشعر رائعة بس ما بصير نحطها للوجه كمان بدي ننوي كمان يعملوا ماسكات زبدة شية آخر هلأ عمنا نشوف لا أنا عندي صابونة زبدة شية رائعة للتجاعد بس أنه نحط الزبدة كما هي كمادة خام على وجهنا أنا ببنصح بالشيء أبداً في لأنه مقياس عالمي يعني هذا الحكي مو من عندي هذول الخمز زيوت الخفيفة هي الوحيدة اللي تنحط يعني على البشرة تقريباً الوحيدة كمان بدي ننوه كرمال حب الشباب هلأ وجهنا دائماً هو مراية جسلنا شو عم يصير جوا دائماً الصبية أنه تنتبه هون عم يطلع لحبوب شباب إذا عم يطلع لحلأ بالطب الصيني الأديم في خريطة للوجه بتقلك شو الحبوب اللي عم تطلع مثلاً شو عم يصير بجسمك جوا عندك بالجبين إذا طلعت بالجبين هي ناتجة مثلاً عن ممكن عن الكولون ممكن الصبية عندها إمساك أو الشد طبعاً ممكن نتيجة السكريات اللي عمنا كلها زيادة ممكن نتيجة الغلوتينات اللي هي موجودة بالخبز والمعجنات فهاي كلها اللي بتطلع بالجبين الجبين هو مراية الأمعاء عندك الخدود هي مراية الرئتين إذا الصبية بتأرقل إذا الصبية بتدخن إذا عايشة بوسط فيه أرقيلة أو دخان يعني إذا ما بتتنفس صح فتطلع عندها الحبوب بالخدود إذا ما عم تتنفس صح إذا عندها البلغن زايد بالرئتين نتيجة الحلويات الزيادة نتيجة الألبان الزيادة الألبان فيها هرمون النمو كلها بتعمل صديد وبلغن بالرئتين فنحنا دائما ناكل الأكل الرو يعني الطبيعي الغير مصنع اللي ما يعملي بلغن بجسمي نرائب جسمنا لما بيكون عندك بلغن بجسمك فأنتي لازم تعدلي نزامك الغذائي عندك الدقن إذا طلعت هون بالدقن فأنتي لا تشرب ماء أبداً ممكن نكون فيه خلل بالكلاوي لأنه أنت ما عم تشرب ماء فيه عبق على الكلاوي نتيجة البروتينات الزيادة فيه ممكن يكون فيه خلل بالهرمونات فنحنا ننتبه شو كل منطقة بوجهنا وين فيها حبوب ونحاول بعدين ننتبه أول شي على الغذاء الداخلي بعدين نطبق العناية الخارجية نعم يعني خلينا نحكي شوي أريجة من المشاكل الرائجة كمان عند البشرة عند الصبايا هي التعب تحت العيون وكثير عم نشوف أنه حتى عم بصير إذا بدون يعملوا يلجأ الأصص التجميلة عم بصير أخطاء طبية فعم يلجأ أول شي الطبيعي شو بتنصحيون للصبايا كمان فيه سيرومات المغزية لتحت العيون أكيد أنا بنصح بالسيرومات الطبيعية اللي كمان ما فيها موات حافظة لأنه العين منطقة كثير حساسة وجلدة كثير رئيئة بتنطس كل شي في بينحط عليها يعني هلأ السيروم اللي أنا بصنعه وبحط فيه الكافيين الكافيين هي مادة بترويح الصوات تحت العين هي الكافيين الموجود باللهوة كمان هي مادة طبعا إذا شربناها هي مضرة كثير مضرة إذا شربناها فوق حد معين بينما إذا طبقت على الوجه هي كثير منيحة لأنه بتحفز الدورة الدموية تحت العين بترويح التجعيد تحت العين والسواد تحت العين كمان بيروح في السيروم اللي بيستخدمه أنا بنصح الصبايا فيه هو عبارة عن زيو الطبيعية بالإضافة مضاف إليها الكافيين لأنه شيء كثير منيح لتحت العيون بما أنه عم نحكي عن البشرة ومشاكل التشفاف بالفصل الشتاء عنا مشكلة كثير كبيرة وخصصا سيدات بعانوا منها هي التشفاف اللي تم بيكون طبعا وبيصير بيأشبو شفتين بشكل فظيء أحيانا بيوصل إلى حد التشققات القوية جدا شو لازم أول شيء لتقي حالة من التشققات الشفتين وفي حال صار في تشققات كيف بتعالجها تمام هلأ بنصح الصبية دائما تغسل شفايفة بمي فاترة من ثم تعملها تأشير بالسكر والزيت مثلا كل يوم؟ مو كل يوم كل كم يوم كل ما حسيت فيه طبقة يعني ما تلجأ هي تأشرة بييدها رغم أنه أنا أحيانا بيام كل يعدها ماما على طول بتقلي شيل إيدك هي عادة هي عادة يعني بنصح الصبية تأشير بالسكر والزيت بعدين تنظف يعني بمحرمة من ثم تحط مرتب للشفايف أكيد خالي من الفازيلين ما بنصح أبدا نحط الفازيلين على شفايفنا يعني فيه هلأ كمان يعني فينا نحط زبدة شي على الشفايف نقدر نحط زبدة شي على الشفايف مثلا أنا بعمل مرتب للشفايف بحط له بودرة شواندر يعني ما بحط له ملون رصاص صناعي بحط له بودرة الشواندر اللي بتعطي لون بجنن للشفايف بالإضافة لزبدة شياء زبدة الكاكاو لشمع العسل زيت جوز الهند هدولي كل ياتهم نخلطهم مع بعض سواء كانت صبية لحالة بالبيت أو أنه تشتريهم من مصدر موثوق المهم لا تحط فازيلين على شفايفة لأنه هو ما رح يرتب لياهم ولي رح يعالج لياهم أكيد لكن ريش موضوع كتير طويل يعني ما رح نشبع منه نحنا والمشاهدين إن شاء الله هيك بحلقات قادمة نحكي أكتر نتوسع عن مشاكل البشرة وكيف العناية فيها شكرا لوجودك معنا أهلا وسهلا شكرا كتير لوجودك معنا اليوم ميسان صار الوقت لنروح لغرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا علا أبو خدري يسعد صباحك يا علا يسعد صباحك زينب وشكرا لألك مشاهدينا نبقى مع موجزا لأهم وآخر الأنباء ولكن بعد الفاصل أهلا بكم واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية جرائمها بحق الأهالي في ريف الحسكة حيث أقدمت على اختطاف عددين من الأهالي بريف رأس العين ونقل مراسل الإخبارية عن مصادر محلية قولها إن مجموعة إرهابية من مرتزقة الاحتلال التركي اختطفت 25 شابا من أهالي قرات العطاش وكاجو والشركة وتلجما والمرندية وشلاح وتلسنان والسفح وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ومرتزقته اقتادوا الشبان المختطفين إلى جهة مجهولة أعلن وزير خارجية كزاخستان مختار تيليو بردي أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول الأزمة في سوريا يمكن أن تعقد في العاصمة نور سلطان أوائل كانون الأول القادم وقال تيليو بردي إن الوزارة تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة لعمليات أستانا يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكزاخستانية إباك سميدياروف أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن الجولة القادمة من محادثات أستانا قد تعقد أواخر تشرين الثاني الحالي أو مطلع الشهر المقبل في نور سلطان وصل تحالف العضوان السعودي ومرتزقته غاراته وقصفه الأحياء السكنية في عدد من المناطق والمحافظات اليمنية مرتزقة العضوان استهدفوا بالمدفعية قريتي الشجن والجربة في مديرية لدرهم المحاصرة في الحديدة كما نفذوا قصفا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على شمال وشرق حيس فيما تعرضت قرى أهل بالسكان في مديرية رازح الحدودية للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل قوى تحالف العضوان السعودي في خبرنا الأخير ندد رئيس مجلس الشرى الإسلامي في إيران علي لارجاني بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المؤيدة والداعمة لمثيري الشغب في إيران لارجاني قال إن هذه الدسيسة تتضح أكثر خاصة بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي حمايته العلنية والمثيرة للشمئزاز لأعمال الشغب وحرق ممتلكات الناس والذي يعتبره دفاعا عن الشعب الإيراني ما يفضح سلوكه المخادع والمنافق تجاه هذا الشعب بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز والآن عودة إيجابة شكرا لك يا عولا أكيد مكملين مشاهدين بفقراتنا ونوصلنا إلى محصتنا الأخيرة لليوم زينة أبو رح نروح لعالم الفن والجمال الفن يعني سعى الإنسان للكمال مستعينا بفكره وخياله يستوقفه مفهوم المتناقضات فلا ظهور للأبيض إن لم يكن الأسود بجواره هاي بعض الكلمات المقتبسة من تقديم الفنان التشكيلي والمهندس المعماري باسيم السباعي لوحاته الأخيرة ضمن معرض المربع الذهبي الناقص لن تعرف أكتر عن هاي الرسالة الفنية بسنة أنا رحب بالإستاذ باسيم السباعي أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك يا رب صباح الخير يا رب يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يعني المربع الذهبي اسم هيك واحد بيحس أنه في شيء من الفخامة والتصميم حضرتك كما قلنا مهندسة معماري خلينا نحكي عن هالمعرض الرسالة اللي حبيت توصلها من خلال الاسم والمضمون الحقيقة هو مضبوط كوني أنا خلفتي معماري فأنا ارتقيت إني لحتفوت مدخل على الأشكال الهندسية لفكرة المعرض من الأشكال الهندسية بتعرفي بالحياة ما في شيء اسمه مربع المربع أوجده الإنسان وأنا بعتبره أن المربع هو من الأشكال المتكاملة كشكل يعني ويكون كمان ذهبي فمعناها بيغدو متقلقا وبالتالي صورة من صور الكمال ولكن الفكرة الرئيسية الناقصة هو أنه لا يوجد شيء كامل في الحياة فمن هالنظرة جيت أنا على فكرة معالجة اللوحات كقضايا إنسانية ولا حياتية ولا حتى معتقدية ولا كونية بأنه هي دوماً أراها ناقصة فمشان هيك أسمية المعرض بالمربع ذهبي الناقص دوماً في نقص هناك نقص فالنقص هو يقض نسجع الإنسان وبالتالي أنا يجب أن أعالجه بلوحاتي ولحتى يظهر هذا اللي أنا برؤيتي هو خلل عملياً لأنه ما كتير نهنى بالكمال يعني صار مثل وهم بمخنا هو أصبح ليس موجود على الأرض الواقع وبالتالي اللوحات كانت بهذا الاتجاه كل موضوع كنت أعالجه وأظهر المربع ذهبي على أنه دوماً مكسور أو مطعوج أو مشوه ضمن فكرة أنه لا يوجد كمان ضمن هاي الفكرة حكيت عن علاقة الجمال ونقيده هاي الفكرة وهذه رسالة قداش قدر توصل للعالم أو قداش هي حقيقية يعني واقعية فينا نقول صحيح الآن ضمن فكرة النقص اللي أنا عم بيحكي عنه فإذا نعينا المهرب الهروب هو باتجاه الجمال هذا رأيي بما أنه يوجد عظم الجمال بكثافة وبغزارة بالحياة فلحنا نافذتنا الحقيقية باتجاه الجمال فهذا اللي كان أنا كنت بدي أطرحه ونتحاور فيه مع مع الآخرين يعني كفكرة تواصل مجتمعية بيني وبين الإنسان بشكل عام يعني ففعلاً هوين نهرب باتجاه جمال ليش لأنه نحن بالأخير بحياتنا بحاجة لهذا الجانب يعني نحن مخلوقات بحاجة لهذا الجانب لحتى نحسن نستمر ونعيش جانب مشرق بدنا جانب مشرق بدنا أمل بدنا فكرة جيدة وجميلة إن كان بالطبيعة ولا إن كان بالفن ولا إن كان بأي اتجاه فأنا ارتقيت أنه اللوحة يجب أن تكون جميلة بنفس الوقت داخلاً لربما نشوف التنقضات موجودة بداخل اللوحة إنما الظهور الخارجي دوماً بيأخذ الجمال الحصة الأكبر نوع من أنواع التفاؤل التفاؤل ولفت النظر وخلينا نحكي إنه الجمال نسبي كمان بالنسبة لكل الزوار كل حداً له وجهة نظر بيشوف الزاوية من خلال وجهة نظره نحن خلينا نروح نشوف شوي اللوحات الموجودة عنا ونرجع ونكفي حديثنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 تجين زيادة ترجمة نانسي قنقر احبانك بالمعارض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أرى أن الحياة هي عبارة عن تواصل أنا ما بدي وصل فكرة معينة أنا ما عندي فكرة أني أنا بدي متبنية بدي وصلها الهدف الرئيسي هو أني أنا أتواصل مع الآخرين لبين ما ينتهي المشوار حب هذا الموضوع حب الرسم من خلال هذا الفن اللي أنا عنديها واللوحة اللي أنا عنديها فأنا حابب أتواصل مع الآخرين لأجل التواصل وبالأخير صدقيني ما في حدا لا فيلسوف ولا عبقري وصل لنقاط مهمة بالحياة دوما مثل ما عم نحكي هنا كناقص فالطريقة الوحيدة هي أني أن أتواصل مع الآخرين بطريقة لطيفة ومعقولة لحتى نكفي المشوار كلها نعم يعني أنت اليوم طبعا أقمت معرض باسم المربع الذهبي الناقص فعم تعمل مثل رسالة عكسية للكل اللي عم يبحث عنه للكل اللي عم يدور على الكمال بأي شي بحياته فأنت اليوم عم تحطهم عم ترجعون شوي للواقعية عبر الفنة التشكيلي يعني هي الرسالة اللي ممكن وصلت إن شاء الله تكون طلابك عم يزور المعرض كان في ردود أفعال في كلام مؤثر هيك أثر فيك نعم تعرفي بهيك قصة دوما بتكون الأمور غير مباشرة إنه ما معقول إنه أنا حط كل حدا أو يعد أحكي له على كل العمق اللي أنا بداخلي أو الفلسفة اللي أنا واصلة فهي بكل بساطة مثل ما أطرحت هي نوعا مع أنه أخي الكمال اللي عم بيبتغير إنسان كان بجمال الشكل ولا جمال المكان ولا جمال الطبيعة أخي بس شوف بطريقة أو بأخرى أنه هذا لن يدوم يعني في نقص دوما بالأشياء فخليك واقعي خليك أرضي خليك عارف أنك أنت ماشي بهذا الاتجاه من ناحية أنه بالأخير سوف ينتهي أو أنت وموجود فيه يمكن بلحظة اللي أنت عم تشوف الجمال يمكن عينك عم تاخد على طرف عم تشوف هذا من الجمال ونقيده ممكن تشوف الأشياء بطريقة ساحرة وبنفس اللحظات يكون جواتك عم ينوس باتجاه أنه في شغلات تانية موجودة ليست ساحرة بالعكس هي بشعة وبالتالي يجب تحويل النظر إلى اتجاه آخر بمعنى آخر هو نوع من أنواع رؤية الحياة كما هي ليش بدنا نغير بالحياة؟ نحن نحن نطلع لعند الكمال وين نروح لكمال لا يوجد كمال بالحياة أستاذ باسيم لأمتا نذكر المعرض لأمتا فاتح أبوابو؟ نعم لستة وعشرين داعش من الساعة لالساعة وبأي مكان؟ دوما من الستة إلى التسعة مساءاً بصالة مشوار عدا يوم الجمعة نتمنى أنه كل العالم تتوجه للمعرض لحتى تقدر تتمتع بالجمال وتوصل للرسالة التي حضرتك حابب أنك توصلها من خلال معرضك نتشكر وجودك معنا لليوم ونتمنى لك كل التوفيق وأيضاً بالمعارض القادمة إن كان داخل سوريا أو إن كان خارج سوريا شكراً لوجودك معنا وبالتوفيق إن شاء الله شكراً لإلقاء ميساناً وصلنا لنهاية حلقتنا إن شاء الله كل اللي شافونا استمتعوا بالفقرات المتنوعة اللي كانت بتهم الأسرة ككل وأكيد من قللهم يحضرونا اللي ما قدروا يحضرونا الصبح يحضرونا بالإعادة الساعة وحدة بالليل أي فكرة أو تساؤل فيكم تراسلونا بر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير أو عبر صفحة الإخبارية السورية الرسمية للقناة أكيد متابعينا بمحطاتنا وبرامجنا والأخبار والتغطيات بشكل تام أكيد من لكم تضلوا بألف خير وإن شاء الله يضل الضحكة والأمل مرافقين يومكم باي باي ونهارك سعيد ميسان نهارك سعيد زينب أنت وكل مشاهدي الإخبارية السورية إن شاء الله هالنهار يكمل بخير وأمان وسلام عليكم تحققوا كل شي بتكون يا بهذا النهار يكون مليء بالطاقة الإيجابية مليء بالسعادة مليء بحب العمال وحب الحياة نتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر